نجحت فرق الإنقاذ في إدخال هذا الصهريج الذي تحول إلى قناة ستؤمن المنقدين من أي احتمال لانجراف الطربة في النقطة التي سوف يصلون إليها إلى الطفل ريان الآن نترقب هل سوف يجري إدخال النابيب أو القنوات المعدنية لكي تكمل الطريق وتكون داخل هذا الصهريج الكبير لا نتوفر على معطيات دقيقة من فرق الإنقاذ عن كيفية اشتغالهم وعن كيفية تخطيطهم لهذه العملية بكل دقة ولكن الأكيد أن عمليات الحفر عادت بعد إزالة هذه الصخرة وإخراجها والآن هناك تخوف من وجود صخرة أخرى وتخوف من وجود أي انجراف للطربة ولكن هناك عزيمة وإرادة وإصرار تابعناهما في ساعات الصباح الأولى هنا في عين المكان في هذه القرية الجبلية فرق الإنقاذ لا تتوقف من أجل تسريع عملية الإنقاذ ومواجهة أي خطر قد يوقف هذه العملية كما حصل مع هذه الصخرة